ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن وباء إيبولا إلى 5420 والإصابات إلى 15145 وفق آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية وكانت الحصيلة السابقة الصادرة في 14 من 22 نوفمبر تضمنت 5177 وفات من أصل 14413 إصابة وفي ليبيريا تم تسجيل 2964 وفات من أصل 7069 إصابة وفي سيراليون 1250 وفات من أصل 6073 إصابة وفي مالي 5 وفيات من أصل 6 إصابات ولم تتغير الحصيلة في نيجيريا والسنغال منذ أكثر من 49 يوما بعد أن سجلت 8 وفيات من أصل 20 إصابة في نيجيريا وإصابة واحدة لدى طالب جنيف السنغال أعلن شفاؤه وسحب البلدان من قائمة البلدان التي يتفشى فيها المرض ولا يزال العاملون الصحيون يدفعون الثمن غاليا مع تسجيل 329 وفات بينهم من أصل 568 إصابة